أحدهم دخل المستشفى فرأى جهاز غسيل الكلة أو الكلة فرآه جهازاً دالوبي وإذا بالدم يخرج منه من المريض فيمر عبر مراحل لفلترته ثم رأى صورة في غرفة الغسيل للكلية كلية تستطيع أن تضعها في يدك وتطبق عليها قال هذه الكلية هذا الجهاز لا يعمل إلا أربعين في المئة من عمل الكلية وأنا أشرب وأكل وأتمتع بالحياة وتقوم هذا الفلتر في بدني بتنقية دمي ولو لم ينقل مت سبحان من أحسن كل شيء خلقه يدعوك التفكر إلى أن ترى الكون كله فتسبح من خلقه تسبح من خلقه بعضنا يقول سبحان الله كيف فتحوا النفق الذي دلهم هو الله أنت سبح الذي فتح النفق طيب الجبل المفتوح هذا قبل قبل ما يفتحونه من الذي نصبه من الذي علم الإنسان ما لم يعلم من الذي هداه لهذا إنه الله إذن التسبيح الحق التسبيح الحق عند نظر الكون التسبيح الحق لله رب العالمين انظر إلى النطفة الماء المهين يخرج من الرجل لذة وتخرج من المرأة كرها تسعة أشهر عمليات عمليات طويلة في علم الأجنة أحد علماء الأجنة اسمه مور رجل في عام 1402 أتى في مؤتمر للأجنة كان رجل حياته واحد ثلاثين سنة يتابع مراحل الجنين فلما اجتمع مع المنظرين ومع علماء الأجنة قال اكتشفت أن الجنين إذا خرج من صلب أبيه وقذف في الرحم ومر عبر قانات فالوب أتى والتصق بالجدار أتت البويضة وتتلقح ثم قتل ما سواها من الحيوانات ثم بعد ذلك يكون كأنه لحمة قد مضغت ثم يعلق في جدء وبدأ يوصف الوصف القرآني لكنه ما كان مسلما فلما انتهى من الوصف قام أحد علماء الإسلام قال هذا يا مور نعرفه من 1400 سنة وسنتين أيضا يعني عام 1402 1982 ميلاديا قال نعرفه قبل هذا وانت شغال 32 سنة ما أسألتنا كان علمناك ما يحتاج العمر هذا قال ومن أخبركم قال نبينا قال هل كان نبيكم يستخدم المكريسكوب قال لا ما في مكريسكوب هذا وحي علمه شديد القوى أوحى إليه رب الأرباب ونبينا لا ينطق عن الهوى فشريح له أتعجبون أن مور الآن مسلم وقد مات أسلم لما تفكر في العجنة طيب أنه لماذا لا نتفكر في العجنة ونحن من الموحدين نحن أهل التوحيد ونؤمن بذلك طفلك اللي معك الآن هذا السنة الجاية قد كبر من الذي جعله يخرج من حجر أمه ليجلس فيحفو فيمشي فينبت له لماذا الطفل يخرج من رحم أمه من اللي علم الطفل الرضاعة هل يوجد معه في بطن أمك تلوج إذا خرجت فإن ثديها هذا طريق الحياة وأنك إذا ورأيته امتص فإن بدون الامتصاص الامتصاص يشغل ثلاثين غده لأنه يمتص حليبها من الذي علم الصغير أن المصى لهذا الثدي هو الذي يبقيه حي وأن الرحمة في قلب هذه الأم لماذا يطمئنه إذا ضمته من الذي علمه ثم إذا كبر قليل قال ماما من الذي أنطقه بالحرفين هذين الذي علمه هو الذي هداه هو الذي خلقه إذا انسبح العظيم جل وعلا